إلى خارج الديار حيث شهدت مدينة فوشتري بجمهورية كوسوفو حفل افتتاحي مستشفى الشيخ زايد بن سلطان ألنهيان وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لجمهورية كوسوفو ودعم القطاع الصحي فيها وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة الإنسانية ويأتي حفل تدشين مستشفى الشيخ زايد متزامنة مع احتفالة دولة الإمارات باليوم الوطني الخامس والأربعين حيث تم تحديث المستشفى بتبرع كريم قيمته سبعة ملايين يورو مقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد ألنهيان للأعمال الإنسانية وشمل التحديث وبان المستشفى عبر تصميم هندسية حديثة وتجهيزات ومعدات طبية متطورة